أهلا بكم في المورستان الإنسان بطبيعته بيحب يحس أنه هو خارق للطبيعة يعني مثلا عندنا في الدول الأسيوية وبالذات في الهند اخترعوا علاج أو رياضة المشي على النار باي؟ ليش سوي شي زي؟ هدموه زين؟ ما تفهمش بقى؟ هم صحي الصبح قرروا أن احنا هنعمل حاجة في شيخة وفي بقى اللي علع عليهم احنا هننام على سرير كله مسامير هو ريش الفراخ أثر معاكم في حاجة؟ النعام طيب هو أنتم لازم تصعبوا على نفسكم الحياة المهم أن احنا علينا الخدعة اللي وراء سرير المسامير الموضوع كله فيزيكس وتوزيع كتلة ده مش موضوعنا تخيل بقى أن في ناس علوا عليهم وعملوا حاجة أفشخ من المشي على النار أو النوم على المسامير حاجة فشيخة يعني وإنتاج مصري عارفين عمل هو موسيقى 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 اوعى تكون فاكر أنهم أبضوا على دواعش أو أنهم مسكم وجرمين لا 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 لاا لا 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 غالبان امتا غالبان؟ هقعد اعلم فيك إمتا؟ البرنامج اسمه مورستان يعني توقع الغير متوقع ما عرفش ازاي بس توقعه انا هشرح لك تقريبا ده مولد وتقريبا ان فيه كرامات لأحد المشايخ او الطرق ان انت تمشي على رقبة الناس وهما مسكين سيوف يعني اتوقع ان هو نفسه لو كان عايش ما كانش بكر فيها اقسم بالله صلصار بيطير بس على وش اللي بيعدي فيه ناس هتموت تو بتعملوا ايه بتعملوا ليه دلدين ولا ملة ولا حتى الشيطان يرضى بكده يعني ايه الحكمة ان انا قامشي على رقاب الناس وهما مسكين سيوف ايه الحكمة وفيه اطفال المشكلة فيه اطفال انتو بتعلموهم ايه بتعلموهم العبودية بتعلموهم ان هما يدسع عليهم عادي المضحك في الموضوع ان انا بتصدم زي زي يوكو والله العظيم انا مش فاهم ده ايه التمنى من الدولة الازهر المشايخ يفاهموا الناس مصيبة الموضوع ده ده لو واحد اتزح لأ فيه اربعة ماتوا يعني انا بحاول ابسط لكم الموضوع احنا في مصيبة احنا في كرب عظيم بجده بشو الاكتر من كده